أنا مش هربض على حد دلوقتي بالمناسبة لإنه إحنا زي ما قلت لحضراتكم داخلين على مباراة كبيرة جدا ومباراة باسم مصر تتكلم عن النادي الأهلي هذا النادي الكبير والعريق تتكلم عن النادي الزمالك برضو النادي الكبير والعريق لكن في النهاية تتكلم عن اسم مصر في ظل هذه الظروف لازم كلنا نحافظ على اسم بلدنا لازم كلنا نقف على بلدنا لازم اللعبة تبقى عارفة وأنا متأكد من لعبة الأهلي وعارف أن لعبة الأهلي بيتم لما بنيجي نتكلم معاهم أو لما رئيس البيع سيجي يتكلم معاهم أو لو المدير الفني أو المدير الكرة بيتكلم معاهم بيقول لهم نحافظ على اللوايح والقوانين جوه الملعب ده ضروري مليون في المية لأن ملايين البشر حيتفرجوا على هذه المباراة فمثل هذه الجوابات المفبركة اللي بتعرض في هذا التوقيت تحديدا ايش معنى؟ وليه؟ وعشان ايه؟ فاكرين جواب الحكم مهدي عبيد اللي كان فيه نهاية بطولة الأفريقية أو قبل نهاية البطولة الأفريقية اللي كان في الترجي وتحاول أو حاول البعض أنه هو يعمل مشكلة مع فريق الترجي ومع تونس وبيسخنوا جمهور الترجي على الأهلي رغم أن الجواب أنه هو ساعتها يعني كان واضح أنه هو جواب مفبرك عشان كده أنا أول حاجة بدأت بيها قبل ما أقول لحضراتكم أن العيبة وصلت والإمارات والناس هتعمل إيه؟ والدنيا ماشي إزاي؟ لكن حبيت أقول لحضراتكم خلي بالكم في هذه الفترة هناك من يريد أنه هو يعمل فتنة أو يأخذ نفسك تانية فخلي بال حضراتكم من الكلام اللي بيتقال أنا وريت حضرتك نحن من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي من اليوم اللي تم في انتخاب رئيس مجلس إدارة جديد ومجلس إدارة جديد تم فيه اتخذ قراراً بعدها في أول اكتبع مجلس إدارة بتعيين الدكتور سعد الشلبي مديراً تنفيذية للنادي الأهلي فما عندناش قوان بعمل المدير التنفيذي كدب في كدب في كدب في كدب فبراكا فبراكا أنا مالي يعني طبعاً نادي الزمالك يلبس سويد يلبس أبيض يلبس أزرق يلبس هو النادي اللي محطوط اسمه رقم واحد وبالتالي هو اللي من حقه أنه هو يختار كمان يعني بروتوكولياً ولائحياً هو النادي الزمالك اللي من حقه أنه هو يختار فمن فضل حضراتكم خدوا بالكم من الكلام اللي بيحصل خدوا بالكم من هذه الفبراكا وليه بتحصل وليه دلوقتي على الجانب الآخر الجبلية توضح لكورة حقيقة طلب أو حقيقة خطاب قمسان السوبر كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المثل لكورة القدم حقيقة الخطاب المتداول والذي زعم أن إدارة النادي الآلي أرسلته للجبلية لتسجيل اعتراضه على ارتداء الزمالك الزي الأزرق في لقاء السوبر ضد الأحمر ومن المقرر ألتقي الأهل والذي زمالك في تمام الساعة السابعة في مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في مباراة السوبر المحلي على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين الإماراتي كامل كامل لو سمحت طيب ويعني أن هناك مصدر في اتحاد كورة القدم نفى وصول أي خطابات لاتحاد كورة القدم بهذا الشكل وبالتالي أنا بس حبيت أن أحذر جمهور النادي الأهل جمهور المصري عموما أن أنا عارف أن يعني في ناس كتيرة جدا بتقوموا تتفرج علينا فحبيت أن أنا أقول لحضراتكم خلي بالكم من مثل هذه الأمور عشان إحنا في النهاية بنمثل بلدنا أي كلمة حنطلع النهاردة ونتكلم فيها فاحنا بنمثل مصر النادي الأهلي بيمثل مصر والنادي الزمالك بيمثل مصر أيضا